الله معكم أخوتي سلام ربي صلوكم مجلق أبو الأبن وروح القدس إله واحد أمين صبية صغيرة اسمها كورونا عمرها 16 سنة كانت مجوزة من أحد الجنود وصالها فقط 4 شهر تقريبا مزوجة شفتهم للحراس وسبب أنه كانت قريبة من أسر الوالي لأنه كان جوزة مسؤولا ضمن الأسر عسكري بالأسر وعزبه أحد المسيحيين الذي كان اسمه فيكتور وهذا الإنسان يتعذب ويقول مع ألامك يا سوع ونزلت هذا بين المساجين وقربت أحد زنزان تبعيته وسمعته يصلي وشفت كيف يتصرف طلعت وكل الليل منامت تفكر كيف يتحمل هذا الإنسان كيف يتحمل هذا العذاب كرمال الإله لدينا مليانة آلها هذا الإله و هذا الإله هناك الكثير آلها تعلقت بالإله الذي يحبه الإله الذي كله محبة الذي يسامح والذي يسامح الذي يجلده فكان مهجب فيه لدرجة رهيبة في يوم إعدامه للقديس فيكتور ترى رؤية رائعة جداً وتمفتح السماء وترى أن هناك أكليلين أكليل للقديس فيكتور والثاني تسمع صوت من السماء يقول لمن هذا الثاني يا كورونا تقول بصوت رائع جداً سيدي ربي وإلهي ياسوع هل هذا الإكليل الذي قاله بإلا هذا الإكليل الذي قالك إذا ستفوز فيه وتثبت إيمانك فقالت له أن يؤمن وتركض ستحتضن الإكليل هذه الأعجوبة صارت عن جد في يوم إعدامه للقديس فيكتور الآن والثاني تنفتح كان ترى إعدامه للقديس وشاهدت الإكليل ينزل على رأسه للقديس فيكتور السماء مفتوحة لكن هناك خبرية التي تقول لكم أنه كان الصمت تام يعدم واحد كل الناس عيونها شخصة على هذا الإنسان يجب أن يجدوا صبية عمره 16 سنة مثل المجنونة تركض ومد إيضايا ومد إيضايا ومد إيضايا وتحتضن الإكليل التي لا ترونه هي الوحيدة التي ترونه تأخذ الإكليل في نصر كبير وتأمن يستدعي الوحيدة لحظة وقفة كل شيء لهم كيف تتعلم نعرف جوزك ونعرف أهلك قالت له لا أحد يحكيني شيء هذا الإكليل لا أحد يأخذوا مني قال له أي أكليل لا يوجد شيء لديك مجوهرات لديك 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 هو الذي يعطينا حياة أفضل ويعطينا أفضل من كل هؤلاء التي ترونه قال له ماذا تتحدث عنه؟ قالت له الإيمان ليس بالأمور المنظورة أجمل بكثير الإيمان بأمور غير المنظورة من الأمور المنظورة قال له لديك لديك أخبرك مرة أخرى وأخبرك هذا الحديث حدث لديك 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 قائمة أو تنعدمة مثل هذا الإنسان قالت له لا تحاول إرهاب فأنا لن أخسر أكليل السماوية من أجل طاعة أوامرك أخطاز وعصب قال له ربطوها بشجرتين وقفوها وضعها بالنص وفلتوا الشجرتين وكل شجرة منهم صار في نص للإديسة كورونا صارت كل نصين أصمت نصين واستشهدت بعمل بطول نعم يا أخوتي نعم في إديسة اسمها كورونا وكلمة كورونا معناتها التاج معناتها الشعاع التاجي هو التاج أو قرص الشمس تاج رهيب لكي تسمى الوباء اليوم أو المرض كورونا لأنه لما شاهدوا المختبر يشبه التاج فكلمة كورونا تعني التاج وعندنا نحنا قديسة اسمه التاج هيدا تاج عراسة هالإكليل هيدا اسمه التاج تاج الشمس النور من نور ربنا يسوع المسيح هي يا أخوتي اللي بدوا يفرحنا هلأ هي من منطقتنا من هون هي انطاقية من شرقنا الحبيب من انطاقيا وفي حلق بقلب إيطاليا موجود جسمانا استشهدت بذات اليوم هي والإديس فيكتور وموجود هلأ ببازليك بإيطاليا جسدها أو زخائرة هي والقديس فيكتور أخوتي بدي أقول أنه تم إعلانة للإديسة كورونا هي والإديس فيكتور قبل بعد من تعود أنه يصير في إعلان قدسين على مذابح كنستنا الكاتوليكية استشهدت هي واللي عطلة بعهد الأمبراطور الروماني أسيء الزكر ماركوس تم استشهادة أو أعدامها بحوالي سنة المئة وسبعين حوالي سنة المئة وسبعين لذلك أخوتي لا يعرفون عنها الآن هناك أحد يقول لي بالصدفة طلعت هي شفاعة الأمراض الوبائية أقول له أنه لا ليس بالصدفة الإديسة كورونا هي شفاعة الأمراض الوبائية لا اليوم نتشفع لها حتى تشفع فينا بالمرض المرض التاجي بمرض كورونا منصليها وهي كمان شفاعة الأمراض الوبائية كل اللي عنده وباء منصلي لربنا يسوع المسيح بشفاعة القديسة الرائعة أخوة اليوم بدي بشفاعة وشفاعة القديس فيكتور اللي كمان استشهدوا بذات اليوم لكم هناك قديسة اسمها كورونا بشفاعتها وبحنان ربنا يسوع المسيح نتغلب على الأمراض سلام رب يسوع وبركة القديسة معكم أمين